السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله اخواتي رجل نحضره كاقتراح للإنشاء أو للغضاء اليوم نحضره واحد الكرتان او واحد الطرطية بطاقة جرائع جدا نجمع معي همك هذه الطريقات بالنسبة لهذا الكرتان نحتاجون لي على بركتي الله عندنا هنا واحد كيلو بطاقة يمكننا اخذوه كل مقع ونحضره لكم الطريقة بشكل قطعه عندنا واحد 250 ميلي ليلة ليلة رابعة إما قدروا الكريمة الطرف او لا قدروا الخليب إما قدروا قشدة طريقة أو قشدة طريقة الخاصة بطاقة بطاقة سوف يتاجون فرمج حمر ونحتاجون حبات كبارة البيض قدروا 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 وعندنا ادوهما مكوينات ندوزوا على بركتي الله هنا هنا قدروا على بركتي الله بطاقة اليوم هنا مثلا هذه ضرورية بطاقة خاصة قطعة رقيقة يعني ضروري من قطعها رقيقة لأن لن نسلقها لا أحد شيء من قطعها رقيقة كذلك نقدروا لابن نستمر بطاقة نقطع بطاقة اللي عندي هكا اخذ المطاقة إن شاء الله نحضروا بطاقة اللي هو تمشي لنا مع هذكر تنضير البيض تنضير فق منه انا عندي هنا الكريمة ممكن تنضير الحليب نفس الناتجة كيف ممكن تنضير تنضير يورط طبيعي بالون سكر عندنا شوية ديال البزار انا عندي البزار البيض دير البزار العادي نكتشنا ان البزار البيض شوية يكون قوية بزار الاسود وعندنا الملحة وكيصل غير ملحة وجدنا طوطة قصة وتشكر ملح سوف أخذوك حسنا لان الملح ينتصر انا هنطيرهم سوف تنضيع النزاء ثم نضيف كنصr نخرج الريض الفران ثم نضيف الريض نضعوا بشوية ديال الزبدة نضعوا بزيان الزبدة هنا نضعوا بطبقة الطاطم نضعوا بشوية مندل الخالط البيض والكريمة نضعوا بشوية جبن نضع طبقة ثانية الطاطم هذه الجوانيب لا نضعوا بشوية طبقة بطاطم بحلقة نضعوا بطاطم فقط فم يستطيعوا بشكل هذه القراطان تكون مصير طبقة صغيرة وكبيرة ممكن اخلوا تحضروا كوصفة هذه الملعشة ترافقوا غير بأي حاجة عندكم طبعا من بعد المدرسة للطبقة هذه الطبقة في الجنار سوف نزال كيفما قلت طبقة ثانية وكنقاغة نضع طبقة مطاطة ثم طبقة من الخوية الكريمة من خلط البدو الكريمة أو الخلط حليب أو الياغور يبقى لكم الاختيار إذا كانت تقضي باللي عندها نفس الناتجة نفس الناتجة يعني ما كانش ما كانش اختلاف تحسبوا على نفس الناتجة إنه ما عندهمش كريمة ديروا غير حليب والياغورت بعد أن نقرر بسم الله شوية نفس الطريقة دائما ندر شوية بتاع الجبن بدنات لي ما عندهمش فرماج حمر يحاول ديروا غير فرماج حول مربح بل ما شعتكم البنة قالوا هو هالفرماج حمر عش كبير يجينا يحل وحط طرطة يعني يجينا مجموع أنا نستطرب نفس الطريقة خوطير طاقة إن شاء الله نشوفوه نهضروا شوية على الفران كيف شغلت طيب هذا القرطان هذا ثم نبعد المسلين الطبقة دير الطاطا دائما نفرقوا بشوية الكريمة والجبل قد ناخد هنا شوية فرماج موزاريلا قد نوزعها من الفوق أنا فات الأثناء فرماج يكون سخونة على مئتين دراجة ونجعل هذا القرطان نجعله طيب سيأخذ معي تقريبا واحدة خمسة واربعين دقيقة أنا كنشعب بالل تحت حتى كنحس الطاطا طابت والقرطان طبعا كنشعب علي من الفوق ونطلقها ان شاء الله نشوفو الشكل من هنا يجيه له كيف يجي كيف يجيه ورقا في شوية وقت الطيان يعني وحدة خمسة واربعين خمسة دقيقة على مئتين دراجة ونطلق نطلق الفرن دقيقة ونطلق 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 كنا نتأكدو جيدا انه مامر السقش لينا يعني تناخدوا واحد السكين ونزوه بحلاكة لا في الجناد نريد هنال موبز بنا مزيان ونقدر شميل السقش لينا صرفوا ونطلقوا دعبة في التبصيل اللي غادي نقدم فيه هذه الكرات الثلاثة ممكن تخليوه بحلاكة ممكن تقلبوه يعني تبقلوه شمال يخطيها مزيان ونطلق 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 لبناء منصل لأنه لنطلق بالزبن ونطلق يسعر ونطلق ويستحسن لأنه يجب جيدا ذكرتا دينا كما قد لحدهم بعد ما قدناه سنخليه واحد شوية ماري برد وتنقدمه ووقي تقدم دافي يعني تنجد يديل بزار وتنجد صغير وركبين كدمن ان شاء الله انكم تجربوا وتردوا عيار خبار الحرقة كله بحوالينا اشتركوا في القناة